جايزي تقدم لكم هذا البرنامج اتباح لشيكا وبالصرف هدايا موسيقى مشاهدين وينما كنتم مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم اللي حبيته وهو الفتوه برنامج الجزائر يشوى كالعادة في صهرة اليوم حين تكلموا على الفن في الجزائر على السياسة على أحوال المجتمع الجزائري مع ضيوف من الصف نعم موجودين في الصف الأول في الجزائر أنا سعيدة جدا باستضافة ممثل ومخرج ورئيس جمعية الألفية الثالثة إذن مرحبا بك سيد سيد علي بن سالم بسال خير عليكم مساء النور أولا أنا نشكركم كثير على هذه الدعوة لأول مرة في قناة جزائر يشو وأنا سعيدة جدا لأني أنا تبعت الحصة تاعك وشفتك باللي تقيمي الفنان شكرا وحتى الحصة تاعكم يحبوها يتبعوها بالسف المشاهدين الكيرام وعلى هذا أنا تقبلت هذه الدعوة وأنتمنى إن شاء الله نجوز معكم وقت مليح يعطيك صحة يعطيك صحة على قبل قدعوتنا أكيد نجوم في الصف الأول أكيد عتيقة طوبالا يحضر معنا مرحبا بك بك وهلا أخت عليسة مساء الخير مساء الخير الضيوف الكيرام سيد علي بن سالم لي فرحانا بزا في كيرا وهنا معنا توفيق بداني العزيز علي تاريك خويا زكار والضيوف جدد جيراني رحلو رحلو بلد جيراني تاع الشهور بك يخدمو الضيوف ويروحو مرحبا بك يوم واحد برساعة ساعة دهار واحد إن شاء الله مرحبا بك ببلاد ياتيك صحة عتيقة طوبال وأكيد اسماعيل بوسحابة نائب رئيس جمعية أسيبا مكلف بالعلاقات العامة شكرا على قبولك داو أكيد إننا نحي كل مرة نقول أن العمل الجمعوي مهم في الجزائر لماذا؟ لأن نوري والجانب الإيجابي مشغل الجانب المظلم لشبابنا الجزائريين نحي تكلم على الجمعية وقتاش أنشئت وأكيد جمعية الألفية الثالثة اللي مهتمة بالفنانين والفن في الجزائر أكيد توفيق بدني الإعلامي والصحفي ومودي الأخبار بقناة الجزائريا وان مرحبا مرحبا بك أنيسا وبضيوفك الكرام بكل مشاهدي قناة الجزائريا وان ومتتبعي برنامج الجزائريا شو يعطيك تحا إذن مشاهدينا من السياسة اليوم حين ندير بكم دورا أكيد مع حمزة زكار مرحبا بك حمزة على بلك بالعيد ما شفتك سي نورما نشكرك على الاستيضافة الجديدة كما نقوله بالضيوفة الكرام بجمهور الكرام إن شاء الله كما كنا في رمضان لا لا عاتيقا إن شاء الله إن شاء الله عاتيقا إن شاء الله برك ما زالوا قجور كما رمضان إن شاء الله بتبحروا لك شو قجور أهوه زي تقجروا حدا أخر نجي تبرغوا اليوم إن شاء الله يعطي يعطيك صحة حمزة زكاري للمشاهدين كالعادة بنامج الجزائري شو كذلك يتكلم على الفن الموسيقي الراقي للمحافظة عليه نحن نكتشفوا الفنان والجو قلام حضرين معنا اليوم اشتركوا في القناة 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 تليفزيونية وفكرت بهنا عمل إخراج وعملت إخراج لمسلسل من 10 حلقات مدة الحلقة 28 دقيقة قصة على تحكي على قصة اجتماعية تحكي على الريطاج اليوم الجزائر العائلة جزائرية ولو يعانيوا بزيف من هذا المشكلة الورت هذا العائلة وعملت هذا التصوير في مدينة تنس بمشاركة نخبة كبيرة من فنانين من بينهم سيدة ناديا طالبي مصطفى بن شقراني العميدة المسرح سيدة نورية زينب عرّاس فؤاد زاهد ياسين زايدي قائمة كبيرة عن الفنانين اللي خدموا في هذا العمل ونتمنى إن شاء الله يكون عجب للمشاهد الكريم وربما إن شاء الله في المستقبل رح يكون عمل آخر إن شاء الله هو لماله ولكن شفنا التوجه إلى يعني الآن مسلسلات بعشر حلقات سيدة علي على كل حال أنا أنا على كل حال أنا منهر لولا نضب الفكرة التع ثلاثين حلقة لماذا؟ لماذا لأنه لازم نفكروا من الفوق المنتجين ولا المخرجين لازم يفكروا بها يديروا مسلسل خمسة عشر حلقة ويعطيه الفرصة أولا للكتاب السيناريو ويعطيه الفرصة لبعض المخرجي بها يخدموا ويعطيه الفرصة لبعض الممثلين لغيابهم على السحة الفنية هذا هو الشيء ونحن نحو الفكرة هذه تاع نسلنا وغير شهر رمضان بأن عملوا مسلسل تاع ثلاثين حلقة ونبدأوا نجعدوا فيه أنا مصر وبعض البلدان نهار بدأوا يديروا المسلسلات كانوا يديروا مسلسل من 12 إلى 15 حلقة ويعطيه الفرص لكتاب السيناريو ويعطيه الفرص للمخرجين ويعطيه الفرص للممثلين ويعطيه الفرص للممثلين ويزيدوا يخدموا أنا هذه الفكرة التاعي ونديت بها من الفوق نفتح المجال ونخلينا مع هذه الحكاية تحت 30 حلقة وهذه الحكاية تحت 30 حلقة قبل ما نخلاصه ونبدأوا نروجه بها يكون جوز الثاني وجوز الثالث أنا نشوف على كل حالة نتعاملت مع كبار مخرجين تحت تليفزيون أمثال جمال فزاز ربي رحمه 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 الله وحاج رحيم وعديد من المخرجين تحت تليفزيون ومصطفى باديع كان يعمل مسلسل ويكون ناجح ويبقى عند الناس عند المشاهد الكريم ونزيدوا صحة سيد سيد علي في وقت جمال فزاز ربما كانوا الانتاجات طول العام ولكن لما منتج مخرج كان يديروا في الوقت الحالي 30 حلقة ربما باش يرفقوا المشاهدين طيلة رمضان بالصحة يا أختي الكريمة مع كل احتراماتي لك علاش نحاوسون نجعدوا كيف بعض القصص فيها بزيف يجعدوا بزيف يعني لقطات يعني ان بلوس نشوفوها في المسلسل أنا الأمني التاعي أنا أمني التاعي مسلسل يبدأ من حلقة الأولى لحلقة الخمسطاش حتى المشاهد ما يكرهش ونعطيه الفرصة نقول لك دائما لكتاب السيناريو أنا أنا طموحي أنا نقول هون عودها أنا مدام كان ينقص تجور ألحان وشباب وفي نهاية الألحان وشباب يخرج صاحب الجائزة الأولى والثانية والثالثة أنا أتمنى من كل قناة وتع تليفزيون تعمل مبادرة لكتاب السيناريو باه مجميع لواحد أخاش عادنا بزاف ناس يكتبوا سيناريو وراهم يحبوا يدهروا يحبوا يشوفوا أعمالهم على شاشة تليفزيون ونبقا وحنا نشده غير نتبعه غير في كاتب كاتب سيناريو هو لنفس اللي عاود يرجع كل مرة صح لي ماذا سيد سيد علي هل لأنه نفس الكنتاكت يدوروا عند مخرج وعند منتج وهو نفس المنتج يداول على عدة أعمال شوفي هوما نفس المنتج نفس المخرج كل واحده عنده جمعته وهذه أنا نرفضها أنا علش دنيت الإخراج أنا ما قريتش الإخراج أنا وانا مرفضت الخبرة رفتها معند جمال فزازة ربي رحمه 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 الله هو مات في سنة 2004 بصح إلى يومنا في 2020 ما زال نذكره هاد الاسماء حج رحيم مصطفى بعديح هما سيده غفيران في اليوم هاد المخرجين هادو كانوا يعيطونا في البلاطو بكري نحضروا على التسعة ونقعدوا حتى وعندي لا سيكون ستاعي نصور هالعشية إلا ويقعدني قدامه وماشي غير أنا كان بزاف مع بعض الممثلين كانوا يرفضوا الصناعة ويوري لك حتى كيفاش يحط لك كاميرات تاعه كيفاش يجير إلى الممثل كيفاش سيدالي اسمح لي ربما الجيل ديال ما شاء الله غفيران ستعنا في التمثيل ربما يقول لك باللي كاين هاكدا كونفليدو جينيغاشون وهذا في العمل ديالك شفنا دو نوفلتات يعني ممثلين جدد ظهروا من خلال أعمالك لأن الأسماء اللي مديتهم لي كلهم ما شاء الله خدموا لك ولكن هل حتى احنا ما يقول لك شرا ننطيحه على الجيل الجديد سيدالي أطيني أسماء اللي ربما كانوا في العمل ديالك أنا أعط على كين ممثل كان شحالم الخطرة يمشي لجمعية الأضواء با يعمل لانكاستينغ كي يسمع باللي جمعية الأضواء كان بعض المخرجين يمشيوا التماء با يعملوا انكاستينغ هو هذا الإنسان هذا رسمو راشيد باشا هذا مشى لشحالم الخطرة وما عندوش الحظ ما جاهش الحظ لأن الكاستينغ هذا الكاستينغ يختاروا واحد زوج لأن المخرج كي يكون يكتب في السيناريو هو راو يشوف الفنانين شكون راح يكون هنا وشكون راح يكون هنا كي ما درتانا أنا سيدة نورية في عمرها مئاتين سانة ربي طول في عمرها وأنا كي كنت نحتاج عجوزة لعندها السر ومخبي عندها اتصلت بيها وقبلت وجات بعد غيابها على الشاشة في التليفزيون أكثر من ثلاثين سانة فنانين كبار مصطفى بن شغراني قال ما على المسرح الوطني زاهر بوزرار ناديا طالبي صالحة كرباش هذه الفنانين من حقهم يخدموا ولكن سيدة علي سامعني لو كان كان هذا مزج معه كذلك لنوبا الجنراتي راحية لا أنا ما رانيش ضد الجيل الصعد الجيل الصعد أهلا وسهلا في أي وقت وإنما فنانين فنانين ليقراو لي معنى ليقراو ليتخرجوا من البرج الكيفان ليقراو الكونسرفاتور ما ترحش أنا يا كمنتج أنا يا كمخرج أنا تجيب لي واحد ما عنده علاقة ما يعرف لا الدخلة للخرجة ونوزعونا يا لا لا هلك عندنا موهيبة ما لموهيبة الموهيبة وحدها ما تكفيش يا أخت الكريمة الموهيبة يمشي يقرا في الكونسرفاتور لازم المدرسة شوفي الموهيبة وحدها ما تكفيش أو عندنا نبي العسلي نبي العسلي فنان متكامل منسى الله نبي العمعة وإجان منسى محدوش وعندنا فنانين لدينا أكرم لدينا شباب وشبات وكينين يسمحون لي الأخرين ما نعرف كيف يفكروا أنت سمعت وحدها ممثلة بدأت البارح تتكلم في قنوات تلك تليفزيون الخواص وتقول ما دا بيها نداء تطلب من الفناني القدم ينسحبوا ويخلوا لها المجال لها هذه 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 هدراء شوفي الفناني المنصري هذاك حسن حسني حسن حسني في عمره 89 سنة وغير كما مات ما زال يخدم وخدم مع الأجيال كلها يخدم مع الكبار مع الصغار نحن ما ننش ضدهم وإنما مدابين نحن يكونوا الكبار ويكونوا صغار ويكونوا صغار وحتى هذوك اللي يكتبوا سيناريو ربي يهديهم سيد علي ولكن لما نبقوا في الممثلين قال لك يعني نجيبوا من صابوا عندهم موهبة عبر مواقع تواصل اجتماعي قال لك يعني عندهم دبلتات يعني حطة يلبسوا مليح فلما لا ندوهم المجال التمثيل هذوك ما ولناش في الزين هذوك إلا كانوا ولناش نجيبوا ناس لعنهم حطة ونجيبوهم يخدموه قال لك الموهبة بنت عبر مواقع تواصل لا تكفيش واحد شبابه تجيبهه وما يقدرش يمدل هذا التليفزيون هذا عمل هذا عمل رح يبقى للتاريخ رح يبقى للعرشيف صحة سيد علي حتى نروح لطبيع الاندلوسين نتكلم مع فنانة باختصار يعني مسلسل سامحني ونشكرك لأنك رحت لتنز وروشت لسياحة في الجزائر هذا الشيء مهم ولكن أكيد نعرف نقاط القوة نستعرف بك عارفة كبيرة والصغيرة أكيد عندها قطور قطور أنا لماذا قبلت نجوز معها أنا كنت متردد وإنما كنت فكرت باللي هي قيم الفنان وحصتها محبوبة وهي محبوبة وانتمنى إن شاء الله حنا أنا كنت نجول هنا ما شبهنا نقطع أكيد ما نحبش الجيل الساعد نحب الجيل الساعد وإنما حبيت التمثيل كينا المهد البلادي وروح تتعلم وروح تتكون ومبعد جيب العقل بالعقل كيما كانت بعض الفنانين اللي رانبانوا وفرضوا رحهم وهذا شيء جميل وأكيد سيد داستي دعليحنا يا نوركم في الجزائر ولهذا يعني راكم موجودين معنا حتى الأسئلة وعنا لأنكم كما قلت هاد كلو شاك تحكي راح تروح لقشي شوفي أنا سمحي لي أنا البارح أطرت للبارح البارح أطرت عندما شفت فيديو أكيد راحين تكلموا عليه نعم عمر طايرين عمر طايرين كي انسحب نهائيا من السحل في لي سيد دعلي من بعد حين تكلموا على هذا النقطة ولكن وجبني فقط مسلسل سامحني أكيد الناس تبعوه وقل نار ووش لسياح في الجزائر أطني عمل جاز في رمضان وأعجب سيد دعلي هذا المرأة شوفي أنا نقول العمل اللي جاز عندكم في الجزائر هي أولا هذا مسلسل يما هو قصة مليحة وإنما كانت نقصها بزاف نقصها من حيث ماذا على كل حد في اختصارة ماشي كان فيه كان فيه بعض المشاهد ما هوش اللي عزم يكون هذا مكان هو أنا ما نقولش باللي عمل مسلسل يما ما كانش مليح لكن مليح بصح جاب يا ربي لك أن نسمحولي على كل حال رانا شفنا موخرا في هاد التلس سنين هادو اللي فاتوا تقريبا كل مسلسلت فيهم لا أدرك ما نعرف لك هذا وش كيف ما عندناش ما شاك المشاهد الجزائري يحب يشوف روحه في قضايا اجتماعية مسلسلت اجتماعية ما خلينا ما خلونا قدرتوا مسلسلت على تلوك نقعد كل عام نشوفوا مسلسلت على تلوك نعم شكرا لي الفنانة أخونا ممثل لا أكيد قاناة الجزائري يوم معروفة أنه يكون عمل حتى في قاناة أخرى نتكلم عنه بكل أريحية إذن روح لفنانة السيد عبد المجيد أبو معزا يعني سؤالي سيكون شوية جريء في سؤالي الأول سمحني على هذا السؤال ولكن لازم نطرحه سيد أبو معزا لماذا يوم في الجزائر يعني فنان تعراي نصبوه معروف عند كل صغير وكبير ولكن فنان قادير تا الطابع الأندلوسي ما رهوش معروف باتاتا لماذا في الحقيقة هذا الجواب هذا جبل ربي عندنا جمهور وجمهور اللي يكون في مستوى تعالى الموسيقى الأندلوسية ومحبوب بالموسيقى الأندلوسية نقول باللي الناس اللي تروح تستغل هذا الفن الأندلوسي تستغلوا لأنه ربما أغاني عائلية ربما اشغالات طبوع ثوراتية واللي يخلينا بجمهورنا أنا ما نقدرش نقول لك باللي الرأي ما وش مليح ولا الأندلوسي راهو مليح ولا لا نقدر نقول لك باللي رأي عنده جمهور والأندلوسي عنده جمهور وكذلك جمهور غفير وخاصة يكون فيه مهرجانات ولا مناسبات يعني خاصة من الموسيقى نضيك سؤال آخر هل تشوف اليوم أن الجمعيات اليوم بتاع الأندلوس هرهي كافية للمحافظة على هذا الإرث اللي هو إرث الجزائري لابد المحافظة عليه الحمد لله الحمد لله على حسب ما رأنا نشوفه لأنه سنوات الماضية كانت جمعية ولا جمعيتين على الأقل كانوا ثلاثة اللي هي الموصلية اللي كانت أقدم من الجمعيات وجمعية الفن والأدب وجمعية الفخارجية اللي كانوا في العاصمة بدت وبدت يعني تنتشر وتفيه جمعيات اللي بدت تخرج منها تكونين من جمعيات ولا من معاهد ولا من مدارس اختاروا داروا جمعيات وكونوا جمعيات والحمد لله نتكلموا كذلك على جمعية ليبو زاغ الفنون الجميلة اللي تأسد في الخمسة وثمانية لا من أقدم الجمعيات ولكن الفنون الجميلة أنا التحق بها في الخمسة وثمانية ولكن هي من أقدم الجمعية والجمعية الفنون الجميلة هي على كل حال فيها عدة فروح اللي يسمع الفنون الجميلة يجيب له ربيك أنكين غير رسم برد صحيح صحيح ولا إلا قاضية رسم ولا هذا خطأ كانت الجمعية الفنون الجميلة من الميلبي سان سين كنتين يعني أقدام الجمعيات ومن قبل كانت يعني بعدها اختارت ورجعت جمعية في التسعينات وفيه فروع من الموسيقى للرسم الأندلوسي الموسيقى الكلاسيكية ومنها خرجت فنانين كبار اللي رام معروفين منها عيشة حداد من جمعية الفنون الجميلة أكبر رصامة اللي رام معروفة وكانت معروفة وكائن فنانين أخرين اللي كان في الأندلوسي كذلك كائن اللي سامي زيريا بتكون في الجمعية الفنون الجميلة وراه معروف صحة الفنية بالنسبة للموسيقى الكلاسيكية كائن اللي متعرفين ولكن سطحيا إذن أكيد كلامنا اليوم راهوا على الجمعيات جمعية الفنون الجميلة جمعية الألفية الثالثة لتكرم الفنانين نروحوا لفاصل من بعد نقول لكم على جمعية كذلك لراه موجودين فيها شبابنا شباب جزائري لقراو الصيدلة فاصل ونوض اي نايت المخلوع رصي دور وعد شان ما نشقع مليح الله يجيب الخير لم تبلي راحة لكو ناكسيون قهات في الدار ما عندي يمان دير شاك أنوين عادي نشوف غالي سيري ندير الروبلا ما زلني على ديداني انستاف بيسبوك تيك توك اجتي مواء اغباص لحاج أوفيسير شاك أنوين كان بوكو تروبليز تلشار دير أبليكاسي وتو تسليت شاك أنوين شركي مذيك عن جيسي وصير في في النار كي مبغيت وبروفيتي تلشار شي تطبيق الجيزي شيكي أربح للجيجا وبزاف عدية شاك أنوين أربح للجيجا وبزاف عدية نحن نرحب بكم أنتم مشاهدين وكذا بضيوف الكرام إذا عتيقة اليوم لبس أنا تخبيا اليوم لنا صغت يا نويك الغوز الغوز والكلاخ إيه إن شاء الله دايما نكلاخ علينا نوي علينا إن شاء الله قولي لعتيقة اليوم أنا نتكلم بزافع الجمعية كاش ما منضمن تيافي جمعية ولا أنا مريضة تخفي مع الجمعية آه لغ الجامع عندي ميزامي عندهم جمعيات عندي كيماليوم سيد علي سيد علي جمعياتها وقديمة الألوفية الثالثة ياكس سيد علي قديمة كم يعني ألفين وواحد صح لا لا قبلنا ألفين وواحد كنا نديروا جوالات لا خلينا من الجوالات اللي كنا نديرهم هذوك آه وحدهم في وقت العشرية السوداء أنتي وبيونا فريد روكير بداني مسلم قائمة كبيرة تعتمد عشرين عملنا جوالات تنية صحة عتيقة كي تكون الصحة و راح تلبل لما يعطوا لك باش تروحي هكذا في سهرات على جمعية تقول لهم أهيك نكون بيان اه سوي لابروميات كي تريد آه أنا الأولى أنا دي لفيرتر دائما قولي والله والله في الجمعية كانوا كي عيطوني دائما أنا الأولى آي تخيبي أنا نحييك لأنه بعد الفنانية نقول لك كاشي لا لا و كنت نروح لبكري والله العديم دوكي الله عالب نعم لبنية دائما و لأه دائما بسحل السنوات الآخرة شوية نقصت وعلى الحجر المنزلي هو الحجر المنزلي لا لا برابر ما سنتي صحيح إذن نتكلموا الآن على جمعية تاع شباب جزيريين يقرأوا الصيدلة إذن واسمها جمعية آسي با أليس كذلك نعم يلا عرفنا هاد الجمعية وقتش تأسست وشنو هومها وشنو هي المهامها الخطوط العريضة قبل ما نروحوا للمهام تاع الآن اللي هو كوفيد-19 جمعية العلمية اللي طلبة صيدالة لجمعية الجزائر أست عندها قريب 11 سنات أست في 2009 بارضي زي تجون فارماسي في جمعية الجزائر اللي جسما ينحو مع ديك لغوتين تاع زي تجون كساسوار ميتين ونفارماسي تاع غير قرايا 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 بانك هدي هي وعنا 800 عضو من مختلف سنوات احنا صيدالة نقرأوا 6 سنين وحكاين تاني المتخرجين وحتى اللي ديروا الاساسياليتي في اللي هم 4 سنين اللي يزيدوا قرايا لك أنا بزاف ونهتم كما انت رك نائب الجمعية وش مستانة قرايا وكيف حتارك نائب الجمعية لك عنا سنة تانية تانية ورك نائب الجمعية سمال لوتون تكملت ولينت رئيس الجمعية إن شاء الله إن شاء الله سمال لتكمل ربع سنين هذا العام وزيد أبدا سمال لك تتوفق إن شاء الله سمال لك لك لقد تضمت لها العملية فتش وكان لدي كوزين دخل في الجمعية كبيرة عليها وحتى كوزين دائرة صيدالة أحيان تخلطوها بالفارماسي في العيلة إن شاء الله نعم صيدالة أحيان دخلتني في هذه الاساساسياليتي بعد عجبني الحال لأنه سنو عمد كونات دي ناس كبار علينا لي يطوك دي كونسي في القرائيا يقول لكو شازمت دي جمازمش دي أو تاني شغل ساكاس لغوتيين بزاف هنا بخانسي بالمانديرو للا سنسبل الاساساسي تسمى حملات تحسيسية وانا روحو لغان بوبليك في أماكن في أماكن كفية الغاشية سأقول الآن لكم دي زيت جان يعني طالبة جمعيين هل مبعد لما تقولوا صياد إلا راح ينتكملوا في هذه الجمعية ولا مختصة إلا لطلبة جستو نحن عنا قانون داخلي يقول لك في أربع سنين مور تخرج لا يوجد الحق تقعد في هذه الجمعية لذلك يتخرجوا أربع سنين لديهم الحق ولكن بعد يعني يغادروا جمعية هذا لطلاب في الصيد قل لي هذه الجمعية على حسب المعلومات هي انترنسيونال يعني تابعة لجمعية دولية هؤلاء نعم خاصة نحن نتبع الوامس هي المنظمة الصحية العالمية نتبع الكالندرية تحهم نتبع أهم الأمراض أو أهم الباتولوجي اللي نصيبوهم خاصة في القراءة إفريقية أو في الدزائر أو في العالم نحن مرتبطين مع الوامس وهل مثلا لوامس تقوم لكم بجوالات عبر العالم يعني تبادل الخبرات بين طلبة جزائريين وطلبة حول العالم مثلا يعني البيت يعني اليوم نقول لهم الزعراء يشوفوا فينا الوامس يجب أن تبادل الخبرات حتى أنتم تشوفوا المستوى تاع الصيدلة في الجزائر والإحتكاك مع دول العالم لأنه يعني شابوتي بغلوامس اكزاكت نحن أخصة نتبعهم في الصيحة وشيهاد رو وش مام لسورس تستعمل تعلو الوامس لأنها كانت كانت بغلوامس 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 وشيهاد رو إذا ما بعد نعود نولي لك باش نتكلم على توجه الجمعية لكوفيد 19 هذا الفيروس الغير المرئي اللي نخر العالم وكذلك الجزائر اللي هي جزء من العالم نعود نولي لسيد سيد علي بن سالم ربما شهر جوان اللي جاز يوم الفنان ولا عيد الفنان الثامن جوان ونقولوا ونحن نقدر نسموه شهر الفنان يعني اليوم هل تشوف أنه هذا اليوم ولا هذا العيد يعني كيف الشراهية تعكس حالة الفنان الجزائري يا أختي الكريمة أنا نشاطر لأخت الفنان القاديرة نوال زعتر نعم عندما قالت عندما قالت باللي يوم الفنان هذا 8 جوان هو على كل حال مليح بالصح الفنان ما يسنى شهر 8 جوان 8 جوان لازم يكون عمل يكونوا أعمال كثيرة يكونوا أفلام يكونوا مسلسلات يكون المسرح يكونوا يكونوا الفنان بسيفة عامة تمما الفنان عندما يخدم على طول السنة تمما يحس يقيم يقيم أعماله يقيم فنه هذا هو العيد هذا هو العيد عندما الفنان يغيب على التلفزيون عامين ثلاث سنين باهي يخدم أنا نشوف حان الوقت إن شاء الله ونتمنى مع كلام سيدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تمبون يقول إن شاء الله رح يكون الخير للفنان الجزائري هذه الأمنية كل الفنانين الفنان الجزائري لا يسن غير ثمانية جوان الفنان يحب الخدمة سيدة فريدة صابونجي سبب المرض اتح على وش أنا عرفها مليحة الفنانة هذه اللي عندها كتر من سبعين سنة من العطاء من العطاء الفني عندما تخرج تذهب المارشي في الحيدرة يمشي والناس يقول لها يا سيدة المحترم وعندما تشاهدك على شاشة التليفزيون يعطيك صحة وهي أطر فيها هذا الكلام بزا 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 حتى وين مرضت ما تقبلتش ما تقبلتش تقعد في الدار الفنان يجب أن يخدم حتى آخر يوم من حياته كل الفنانين اللي اليوم مرضوا سببهم لأنهم حسوا برحهم باللي المسار تعل الفن تحهم تعل خمسين أو أربعين سنة وتمشوا ويتفكروهم غير في المناسبات أو لو يقولوا تمنون وكان داروا صنعة وحدة أخرى وما مشوش في الخط على الفن هذا هو الفن نحن نتمنى إن شاء الله العقلية هذه تبدل ولازم نحب ننكره لازم يكون الاعتراب لكل الفنان اللي يعطى لأنا نخترى نشوف جوزوان باساش تعالغون يا الفنان زولي خربي حمار شوف ماشاء الله هذا الصوت هذي كلمات هذي كلمات هذي كلمات هذي كلمات هذي كلمات هذي كلمات شوف يا بن عمي شوف يكون نو ويكون ونسمح نو نشوف خريف يحمد لازم ممليز أرشيف هذو لليوم المؤسسة تليفزيون عندها أرشيف كبير لازم لازم يعرف الجيل هذا الجيل تاع الفين و الفين حتى يومنا هذا لازم لحمك يتشوفك كل واحد واسمه كل واحد وقيمته اليوم سيد سيد علي هناك حتى في المجتمع الجزائري في البداية كان يقولوا أن الممثلة بس به الممثلة مرتاح ماديا ولكن حتى المجتمع الجزائري أصبح يحس بأن الفنان الجزائري يتخبط في مشاكله المادية يتخبط في المشاكل لأن الأعمال نقصة الأعمال ما كانش أخي الكاين بعض الفنانين هما فنانين يخدم هوا خدمتوا الفن لماذا تشوف يأكل قلبه وكي تشوف توجه دعوة للحضور في البلاطو يأكل قلبه ومن بعد يقول لك الحق أنه نفكر بل نعتزل الفن لأن لماذا هذه مهنة تاعه يشوف باللي وحد أخر ما عنده حتى علاقة في المهنة ويجيبوه يخدم وهو يقعد في الدر يتفرج ويشوف الرداء هذا يأكل قلبه نحن 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 يتسوق لازم يروح لتونس ولازم يروح للمغرب كما رأنا نحن 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 رغم علينا نحن سيد علي أنكدوت وحاجة يعني محزن وممتون كي قلت أنه سائق أجراء يقول لي ما تخلص لأنه لم تخلص هكذا تبعتين هكذا تبعتين كمير كمير صغيرة شوفي الله العظيم أنا نتأسف نتأسف نقول لك لماذا كين بعض ما هون فنانين ويدعوا بالفنانين ونكره يمشي والبراطو ويبدأوا يطيحوا من القيمة على الفنان والمشاهد الكريم عندما يشوف هذا الشيء هذا رح يدير في باله بل يكون فنانين ضايعين بالشرب ويقول لك صح صح قلت لهم مباشرة قلت لهم الليل فن هذا شايف ومخرج عليه ينسح بنهائيا ويبدأ الصناعة لأن فنان تركبي في طاكسي يقول لك روحي ما تخل أنا معايت نركف وصل للمسلح الوطني يقول يا والله روح انتو ما عندك قلت خلص علي مركب بسخير لعب الغولة بعض الفنانين الفنانين وضعوا فيهم تيقة وخدموا معاهم وما خلصوهم سيفري كاينة منها بس صح لأحان الوقت المنتج لازم يكون المنتج والمخرج لازم يكون مخرج وكل واحد يخدم خدمته وهكذا نطلعوا بالفن أكيد إن شاء الله تفيق بدني حالة الفنان في الجزائر يعني يتخطو أنا سمحي لنقطعك ما شاء الله أنا فكرني في حمراوي حبيب شوقي إنسان متواضع قسرت معاه والله هتقول أنني قسرت معاه حمراوي تفضل يعني الكل يقول نفس الشي يا تفيق بدني أناسة فعلا يعني شفت أنا أغلبية الفنانين اللي نجيبوهم الفلاتو الجزائرية شو حتى نشوفهم ربما في قناوات أخرى إلا ويكون يشتكيوا بما اشتكى منها أخوية سيدعلي اللي هي المتطفلين سمع المتطفلين على المهنة نشتكي كصحفيين من بعض المتطفلين اللي يجيوا لميدان الصحافة ولا علاقة لهم بالمهنة نهائيا ولا بأخلاقيات المهنة فتجدهم في مقدمة الصفوف بعدين يعني نشوفهم بعد ست أشهر سنة يصنع لنفسه صفحة كبيرة في الفيسبوك ويسمي نفسه إعلامي مش حتى صحفي أكبر إعلامي ماشي الواحد يقول إعلامي هلأ أكبر إعلامي يجب أن يكون مرة على عدة عدة مراحة مراحة كيفاش تقول لك أكبر إعلامي ولا أكبر إعلامي نعم أكبر إعلامي ولا إعلامي نفس الشيء أكبر فنان وأكبر فنانة هو كما قال ما جازل على مدرسة ما قرأ في مدرسة ما ربما فقط كموهبة نعم نحترم المواهب لكن أنا مع الطرح اللي يقولوه الفنانين ضرورة تسقل تلك المواهب والتخصص مليح في كل المجالات نعم في هم المجالات إذا نتفق بدني صورة دارت حالة اللي هي رفع الجزء للحجر على النقل أحكينا على هاد الصور وتعليقك قبل هذا أنيسا أمين أو سيهام سكريب تطينا لصنور تع بعض المواطنين كنا في قسم الأخبار نزلنا إلى الميدان وشفنا مباشرة بعد رفع هذا الحجر سيما في الجانب تعالنقل نشاهد تصريحة المواطن والسائقين ثم نعود أنا ندي لاشيمي باش نخرج حمثين يختي كي نجي ما نلقاش ترانسفور نعيا نفشل نفشل كرهت كرهت بالزاف عييت يختي ما شغل نقصين طلي من هيك الدنيا رائع فارغة بح بح وليدت زي ولاة سحرة ما فهمت لا رائع بطوريزاسيون ما يخرجوش ولا ما داروا هاسب ما حبوش يخرجو الناس ما زال ما أشغل ما سقساوش ما زال ما خاتشهم يجو يجو يطلعوا معنا يقولون اسكوب ديتو وقتاش ولا كين ترانسفور احنا كما يقول لك اوني لا أنا خدامين احنا احنا احد اخرى تبقى على الغاشي انا خدامين احنا انا خدامين تلت شهر بزاف تلت شهر احنا قاعدين بزاف وش ناكله اذا توفق بدني الضرر كان من الاثنين انيسة الضرر كان من جانب السائقين مساكنوا والخواص والناقلين بشتى انواحهم سواء في الحافلات في النقل الخاص يعني لطاكسي سيارات الأجرة والضرر الاخر ايضا المواطن الذي يدفع الضريبة كما كنا نشوف مريضة مسكينة ما عندهاش وسيئة نقل باش تجي دير لاشيمي وفقط ما لقاش مرض على مرض يعني مشكل هم على هم لكن انا الملاحظة انتاعي وراي انيسة انه في تعليم تعليم دي أست الحكومة لما رفعت هذا الرفع الجزئي على النقل شي مليح يعني كان بعد نداءات عدة من قبل التجار من قبل الناقلين المواطنين الى غير ذلك كان ضرورة الرفع بعد ثلاث أشهر شفنا يعني الناس راهي ماشي في أزمة اقتصادية الناس ملقا شفت كل منين هذا ليخدم في حافلة كون شوفر ولا كون غوسوفر منين راح يأكل ونفس الشي بنسبة المواطنين عنده مسافة كبيرة يقطح باش يروح للعمل ديال وكذلك لازم له وسائل نعم لكن بالمقابل هذا الرفع هذا أولا جار الرفع ولم يكن في الميدان إلا بعد أيام يعني منذ 14 جوان حتى البالح فقط باش عودة تولى تراموي بإجراءات كثيرة جدا أنا قد أتفهم الخواص كل محطات الحافلات اللي جزنا عليهم هنا في العاصمة فارغة خاوية على عروشيها نتفهم الخواص علش نتفهمهم أولا لأنهم هم كادي شوفير متخوفين بالرغم أنهم حابين العمل ثانيا الإجراءات الصارمة والمقيدة لربما يتعذر على البعض أنه أنه يطبقها لما صبنا سائق سيارة قال لك أنت ترى لي جيلي باش يركب معي سائق واحد وتقول لي دير العازل ودير البعضات والجال وكذا وغسلها بعد ما يطلع ويهبط شحر رح يطي لي هذا الزبون شحر رح يطي لي عشر آلاف رح نصرف أنا عشرين آلف يعني هو يطي لي مئة دينار ونصرف مئتين دينار باش باش نطبق لا معلبي شحر كان على وزارة النقل أنها تواكب أنها ترافق هؤلاء الخواص باش تعاونهم في تطبيق تلك الإجراءات مثلا قد تقولهم هذا العازل بينك بين وسائق يكون مجانا ربما تقولهم بل تنظيف إلى غير ذلك ثانيا مديرية النقل أنا نظن بل لي في الميدان لم تلعب دورها لأنه حتى بعد الرفع كل شيء راه فارغ والضريبة ما زال يتفحح المواطن ويتفحح أيضا السائقين بالتالي قد أتفهم قوة الخواص لكن النقل العمومي لا أتفهمه يعني كيفاش أنت تصدر تعليمة تقول بل لي النقل عاود ولي المواطنين يذهب لمحطات النقل ما يلقاش النقل العمومي حتى البالح فقط باش ولا ترموي ويعني خفنا الصورة معصفة نعم بالنسبة 50% يعني لا رستية لكن ترفض العادة انتاحها ترفض مش عفنا 80 80 شخص في الحافلة بتباعد المسافات كذا توصل حتى 25-25 وقلوا فقط للناس يعني ما ترموش نفسكم للتهلوكة يعني الوطايا خير من العلاج يعني أكيد لبابات يعني لا مرام يديروا لبابات قليل شوفي أنا يعني نخرج طرح للمثال ونبارح جتيتوني لغاشي واحد لبابات واحد ما مشي داير جتيتوني على بالك نقول لهم من هذا المنبر لازم لكم لبابات لازم لهم لبابات يعني هذا أضعف شي يعني يعني بسكو سيكون قدوه هكذا يعني يعني عود تعود تقوى لا صراح في تراجع كبير أناسة مقارنة بالأيام الأولى وصلنا للذروة الناس كلها مرينا بمراحل في درجة الوعي لدى المواطن بعد ما كنا نقول بلي هذا المرض ما يتوشينا شراه بعيد علينا إلى غير ذلك مشينا إلى مرحلة الوعي اللازمة لما ارتفعت الظروة ولينا حسينا بلي فعلا توجد كورونا في الجزائر هناك مرض معدي لما شفنا جيراننا شفنا أهلنا شفنا أصحابنا شفنا شبابنا إلى غير ذلك من مختلف الأعمار كنا نقول وغير كبار السل غير مزمينين غير كذا لكن شفنا حتى شباب في كامل قواتهم نعم في كامل قواتهم ومتشاهم هذا المرض لكن ترى الآن الآن للأسف الشديد تراجع لذلك شفنا ربما محلات تجارية وأسواق في في استيف والي الولاية اتخذ قرار صالم بإعادة غلق المراكز التجارية ونحن رأنا على أبواب موسم الاستياف وهذا رح يلغي ربما موسم موسم الاستياف في الاستياف في الجزائر فكل الأمر مرتبط عنيسة بالوعي بدرجة الوعي بالدرجة الأولى أيضا بمرافقة الوزارات بكل أنواحها وزارة النقل التجارة التضامن الحكومة كحكومة لهذه الإجراءات لا يكفي أننا نديروا إجراءات فقط ونرميوها للشعب والخوصوا نقولهم والتجار وطبقوا حكذا وخلاص لكن في الميدان غايبين في تلك المرافقة نعم إذن مشاهدين وتفق بداني كذلك نهني البروفيسور كامل صنهاجي الذي عينا من طرف رئيس الجمهورية رئيسا للوكالة الوطنية للأمن الصحي وكنا استضفناه قبل تعيينه في برنامج الجزائرية شو وتكلمنا على فيروس كورونا فنهني والبروفيسور كامل صنهاجي من هذا المنبر يعني كل تواضع كل ثقة في النفس يعني كل أبحاثه يعني كانت منصبة في السيدة عفا الله ولكن الآن نراه على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي تعليقك أنيسة يعني الدكتور البروفيسور كامل صنهاجي يعني المنصب المناسب في المكان المناسب يستاهل أنه هذا المنصب لأنه طاقة والآن الجزائر أصبحت يعني عودنا ولينا أننا نستمر في طاقاتنا في قدراتنا في نخبتنا في البروفيسور توعنا لكان تستفيد منهم الخارج فيما سبق كما صنهاجي لعقود من الزمن كانت تستفيد منه فرنسا جاء الوقت الآن للجزائر تستفيد منه نهني وفي طبيعة الحال بهذا المنصب ونقولوله أيضا لأنه للأسف الشديد ما زالنا نعيشه في زمن الإشاعة كانت بعض بعض الصفحات الغير تائبة قالت أنه نشرنا في الصفحة رسمية الجزائر يوان أنه فرنسا هي من أعطت الضوء الأخضر وهي من كيفاش نقول أجبرت أنه كما صنهاجي يكون في هذا المنصب يعني نفني التفنيد قاطعا أننا كانت إشاعة فقط لم تبث أو لم تنشر نهائيا هذه المعلومة على صفحتنا في الجزائر يوان والدليل أنه جاز معنا في برنامج الجزائر يوان قبل تنصيب بأسابيع فقط أو بأيام فقط فالفتحية له وإن شاء الله التوفيق والسداد في مهن الموجودة أكيد وكل الفريق اللي رح يعمل معاه هذا ما نتمنى هنا نعود نولي لطبع الأندلسي السيد أبو معزا ربما ثانيك سؤال أطيني اسم فنانة جزائرية لتشوفها راهي ربما في الصف الأول في طبع الأندلس أين بالزاف على كل حال صحة أنا نحبك تقولي فنانة يعني لتشوف أداءها حضورها صوتها يعني تأدي الأغنية الأندلسية يعني على حسابك أنتا هي ربما لرهي في الصفوف الأولى إذا كان معروفة على كل حال نايا من بين الفنانين ما نقدرش نفرق لك وحدة لها لأن المعروفين بينين على أصواتهم وطبعهم وأداءهم ما بالنسبة طرح سؤالك نقول نعمة الجزائرية لأنها هي من أقدم الفنانين ومن بينها ناديا بن يوسف اللي تانيت كذلك اللي راهي في المشعل كائن يعني فنانين قدم بزاف وما زالوا في قيد الحياة وما زالوا يمارسوا وكائن اللي رهم يعني في الميدان في النية يجدد ومشاء الله اللي رهم متواصلين نعم سيد أبو معزة لما يكون ربما فنان ولا أم ولا أب يعني عندوا علاقة بالمجال الفني هو اللي يسجل ابنه ولا بنته في هذه الجمعيات اليوم وش نقدو نقوله للعائلات الجزائرية باش تسجل أبنائها في مثل جمعيات تاع الأندالو هي في الحقيقة كيفاش ينقنعوهم يعني لا هي في الحقيقة كائن حاجة اللي متحيرين منها بعض من عائلات كائن اللي حاب يفرض ولده ولا ابنه باش يدير الموسيقى ولا الرسم ولي حبها وكائن اللي ربما ولده يدخل لأنه ولا بنته تدخل للمدرسة يقول لك أنا ما نحبش الموسيقى نحب الرسم وهو يقول له لا لا دير الموسيقى لأني أنا راني فنان لأني راني نلعب الموسيقى والعكس كذلك يعني وكائن اللي ربما متخرج من عائلة فنية واللي يميل للفن العائلي ولي مارس معاه يعني ما نتلقى وش معاهم صعوبة كبيرة لأنه كائن اللي يعني يبدأ بفن بعزف الموسيقى ولا برسم ولا أي حاجة يبدأها بإرادته وبمحبته للفن وكائن اللي ليلة تصيب وره يعزف صح بصح تلقاه فيه صعوبة لأنه التكوين التعو كانت صعيبة ما كانش سهلة نعم حمزة ذكر تشاطرني فد شي أنيسا أنا نعود نقول لك لسؤالتك اللي أولاني سيفريك لانتوراج فاميلي اللي يلعب دور مهم بكو بلوس في الطرب الأندلوسي صح السؤال الأول تاعك اللي كان صدر في المحل تاعو اللي قلت له بلي أنه المطلبين تعل ولا الطابع الراي ولا طغاء على الطابع الأندلوسي أنا نوافقه أنه الطابع الأندلوسي عنده جمهور أمبو سبيسيال خاص يعني بدون تجريحة الأندلوسي كلاسيك ولازم لك أنسير تانيفه باش تقعدي وتسمعي هاد النوبات هادم ما نروحو فقط إلى الجمهور نروحو تاني للمشايخ الليروم دوكاتيك بعد ما بعد ما توفى شيخ سيد أحمد سري بعد ما بعد ما يعني كما يقولون بعد المرض تعميم محمد خزناجر يطول فيه عمره منه أيضا كاين عم يسمعين هني ومنه يجب دوشوية روحهم ولا شو يبانوا للساحة لا نوجدوش شيخ ولا واحد يعني يغني طالب الأندلوسي ولا روح يخدم النوبة صح أنا لدغني اللي سمعتوه سيشا ولي نحيوه بمناسبة اللي كان عنده أمبروجي باش يسجل النوبة صح باش نعرف النوبة وحنا قلنا بلي أنه الجزائر هي اللي عندها أكبر عدد من النوبات برافورل تونس والمروك وراس تكون شوفوا اليوم في المغرب أنه طبع الأندلوسي ولا حتى الشعبي تحهم ولا الراي تحهم ولا طبع الأندلوسي يقعد الظاهر فهذا والسؤال اليوم علش اللي رم كما نقول شيوخ تحهد طبع الأندلوسي هذا ما يلتفتوش للنوبة ويعودوا يسجلوا كامل النوبات اللي احتفظت بهم الجزائر باش يبينوهم للناس هي على كل حال النوبات رهي مسجلة أحمد سري الله يرحموه خلالنا خلالنا حاجة مهمة بديوانه بتسجيلاته وكاين يعني شيوخ جدد ولكن الآن العائلة الحالية يعني يفضل يسمع الموسيقى الأندلوسية يسمحها في المينصة لأنه عندها ذوق طابع ما تقدرش تسمعها وانت ماشي في الطريق ولا مده بي يحضر لها في المينصة وهذا اللي كان يكون في مهرجانات ولا في مناسبات خاصة سمح لي بك نكوفي لك بك سمح لي أنه لم يكن زمان كان الناس اللي تحب تسمع الأندلوس ولا ما كان متوفرة لو كان شوفوا في زمان شيخ منمش ولا شيخ سفينجا ولا شيخ لكحل ولا حتى يافي لوموزين وسيرور وكذا كانوا يروحوا للمقاهي هذين كافي مور هذين باش يسمعوا انت خدمتلنا شغل ما شاء الله في المدح ولا في الرهاوي ولا كما نقول أنه كانوا غير فيش هرمضان لكانوا بعض الشيوخ كما شيخ سفينجا ولا شيخ لكحل ولا شيخ بنت فاحي لكانوا يمدوا هذه القصائد مع جدًا 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 أنا نستحلك قوس بما أنك قلت عن العمل الذي خدمت هذا الإنقلاب على كل حال هذا الإنقلاب لا يوجد من التورات يعني لا يوجد من مسجل أو معروف حاولت نقسمه على عدة طبوع من رمل الماء الحسين الماء الغريب والآخرين ومزجتهم في بعضهم وقلت لم يكون في حاجة جديدة نسمع به الجمهور ما نبقاش ديما نسمع له في الحاجة اللي كانت مسجلة ولا مسموعة من خلاف من الصراف هذا وإنما هذا الإنقلاب هذا اللي يعرف الأندلوسي كي يسمع يقول هذا عمري ما سمعت هذا طابع أندلوسي طابع أندلوسي في الصنعة هو أندلوسي ولكن شي معروف كثير يعطيك صحة مقسوم من أجزاء من أخوض من النوبة بالذات يعني من الشغل يعني كي تسمع تسمع المقطع من المقطع الفلاني المقطع الثاني من المقطع الفلاني يعني وانا مزجتهم يعني لتعرف أكثر بكل الكلمات الجميلة لطبع الأندلوسي الآن عمري باختصال جمعية آسيبا قل لي يعني كيف توجهت يعني مباشرة تم الجمعية الخطوط العريضة معروفة لآسيبا الجمعية الآن بعد ظهور هذا الفيروس نحن نهضر أولا الخطوط العريضة للجمعية نهتم خاصة بصحة المواطنين ندروا حملة تحسيسية ولننرحوا احتفل الأماكن العامة ونهضروا مع الناس على الأمراض التي انتشان في الجزائر كما الهيبرتنسيون السوكاري حتى الكنسير جوسان البروستاط وتم يخذوكم بعين الاعتبال لأنكم في طالبات في مجال الصحة والأدوية نعطلهم معلومات نعطلهم تاني ندروا دفعو دي دي بيستاج نسلي مع البلون فبلي عندهم السكر ولا بلي عندهم الهيبرتنسيون اتس ترى احنا هذه المهم تعنا خاصة لصنطي ببليك بو عنا مجالات أخرى كما الهيمانيتار يعني نرحو ندروا تساعدوا يعني تساعدوا الناس عن تاني الفرماسيان اللي اللي زي توجد الفرماسي عن تاني الخرجات نحو نزوروا الانجستخي فرماسيوتيك لشنشوفوا كيف رحن خدموا مبادتو ما خاصة هي الصحة وكي بدينا هذا العام بدينا نهضرنا دي كمبان جنو في فبري ومبعد جال كورونا معلول بدنا نهضروا غير كورونا بس كناس ما كانوا أولا ما كانوا عندهم ذاك الموبالات صاح الفيروس موجود كانوا يخرجوا كنا نشوفوا عجائز يتسلموا يتخمسوا يتعنقوا نحن نقول لهم لا لا ما شامل كنا ما زال نقرأ كانت ما زال ما بدال الحضر الصحي هذا كنا نقول لهم نحن بيناتنا ما كناش أبدأ أشغل سامحني عاتي قودو كنت تكوني في الشارع وحد ولا وحدة يجي يسلم عليك ولا تسلم عليك وقت السلام أنا في العيد العيد ودقوا اللي أمن سلمو يحلف لك يحلف لك يحلف لك وقتك وقت السلام نحن 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 تقول لك وشارك من البعيد تسويل من البعيد أو لا لن يقربون ويتلاحون حبيبك أنا راح تلط يبلو لبعا جي تمشوك نحن 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 لديك يجب أن تلط لبعا وليس يجب أن تلط ونتي رحتي ببعا أنا ببعا لا لغم الواقاية أحسن من العلاج ما حالهم يهدرون الواقاية الواقاية مكاش قليل ويتصيب يديرها هنا سنسلة لماذا تلط لبعا نديرها نورمال كما قلت أنا نحن ندير جينغل جديد الواقاية الواقاية من عيدي كاز معروح الواقاية لازم الواقاية 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 لازم ولوش قل سيد عليك عندك الحق عند الحال وتلغاشي ويقعدوا أنا مفهم طوال أنا ملي فهم سوف يرى جمعية أسيب جبل ربي قال لك أحا تنضمي للجمعية لأنه الرافور على تيقى لازم نمشي ونهضر الواقاية 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 هبنونا على الواقاية ز stays لا لا لماذا لاث ماذا نحن لابن ف Bill نحن لانت إرت Is لانت with أخونا رأى في جمعية عصيدة اللاويدا وهما تابعين للجمعية العالمية والمنظمة عالمية في هذا الوباء واحد مهضر على شخصية تاريخية جزائرية حربت الأوباء في تزاير في القرن 18 قل له بالك العقل لهو عبد الرزاق بن حمادوش داير كتاب عنده كتاب كشف الرموز في الأعشاب على هذا الكتاب دايره شغل فهرس آلف باتة جمحة فيه كامل النباتات الطبية الموجودة في غابة باينة وكيف تغليهم وكيف تواسيهم ووشي داويب وهذا هل موجود في المكاتب الجزائرية؟ لا في المكتبات لا لا طبعا مش موجودة موجودة عندي بساطة طبعا في المكاتب بسرحة هذا يائر مقرام لدي الموجودة على الأعشاب وكامل عنده كامل أعشاب موجودة في غابة باينة جزائري وغابة باينة عبد الرزاق بن حمادوش معروف صح هذا يائر ترك مخبيه احنا نضل نقوله طبعا عنده لديك ينجمو يسايفه ينجمو يسايفه ينجمو يسايفه في بعض لازم تطبعه وليحوس عليه يلقاه عند ذكر وانا نحب ينكو بي عندي خلاص ما كسموه هكذا المرأة الجاية ننوري وهل موجودة كالأو بيئاتي على القرنة 18 كامل دواء وهل فيه مثلا احنا نقوله انه كوفيد 19 باش نحاربوه لازم الفيتامي سي تكون قوية هل كان عشبة ولا لا؟ ما طليتش عليه؟ وكان أنا كنا نفليكي؟ لا 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 نسيبوا الإعشاب كين الإعشاب تعرفيهم أو الأخديجة أو لماذا نديرهم في المحابس وكدايا كين الإعشاب اللي كان يقولهم هو بالك الأختانة بالك يكون يعرفهم وربما ربما كشماء النسخة نسحقها في برنامج الجزائري هل هي كونت خيله كورونا؟ لا لا هو ضد الأو بيئات ضد الصفاء عم هل تشوفين القجر اللي جبتو عتقا؟ اني مقدر جديد اشتقت لك اني مقدر الله ينجع الخير إذن نكملو في جمعية آسفة داكار قلت انت يا باللي جسي باش كوني لازم قبل باللي ما كناش على البالنا باسك ما كناش نشوفوها في مجتمعنا تاولينا نشوفو باللي العائلات تعنا أصحابنا اتترا يسانتوشي انفات الكورونا سي نفامي دفيروس اللي اكزيست اللي اكزيست دبي توجوه صارت دجا صارت دجا ان ان إبيدامي ان شين تعله سارس هاد الفيروس موجود ونقرأ وحنا صارت لكان دهار في ألف ونوات هاد الفيروس اللي اكزيست مالبوبلا مع الفيروس ديا دومي دزنف سيكيلا سيبه موته يعني موالي صباح خاطر جدا دك بدينا نفهمو على هاد الماجر بدينا نفهمو بالبشرية دائمين عرفت هاد هاد اللي 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 صح وانتوما في الابحات تحكم دونو انها رحات هاد الفيروس يبقى موسمي ولا ربما رب إن شاء الله يرفضو علينا وما يعود قعيبان يعني سيون غريب جربي صح اللي 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 المشاهدين نحنا نعرفوا الحمد لله يعني قانت كل جزائريين قانت الجزائرية وانهم يتبعونا من كل الولايات قل لي هال أسيبا موجودة في كل الولايات يعني نعرفوا أنه الطالب موجودين في كل الولايات الوطن كيفاش ينضموا الأسيبا كيفاش يقدروا حتى يبعتوا لكم حتى ينضموا لمكاتب تواعكم في الولايات أنا غير مكتب هنا في الجزائر العاصمة ما كاين أنا اللوم هاد شي أنا كاين الجزائر مراهيش الجزائر العاصمة سيكون هناك جمعية أخرى للطلاب في الصيدة نحن نتصر معهم في البروز الدفاع المنفارمسي يعني بعيد عن آسيفة ولكن تنسقوا ما بينتهم نحن نتنسيق بينتنا نديرو مم حمالة بينتنا تحسيسية بينتنا وشغل نديرو إنساحتنا كولابوراق منا نحن في البروزنا جاي في ألجي يعطيك صحة والله صراحة لما نجيب ونصدفوا شباب مثل بوصحابة سماعين يعني نقولوا أنه الخير ما زال في الجزائر طالبة كلهم طاقة إيجابية ومن شوفوش إلا الجانب المظلم لشاببنا في الجزائر كما تكلم فنانة لو حاضر معانا نتكلموا إلا على المخدرات الآن نروح لفاصل إشهاري نولو معكم بالموسيقى مع الطابع الأندلسي مع السيد بو معزة فاصل ونواصل موسيقى عشقي في الزين الصحاح غيواني زاد جراحي وسبابي أهل الهوى زينة الدواح سبابي أهل الهوى زينة الدواح موسيقى يوميا عطفوا بسمحة جاوي زوروا مركاحي سابوني مليعة الهوى نشوان بالأراح سابوني مليعة الهوى نشوان بالأراح موسيقى قلت لهم صبت الراحة هواكم طاب فراحي عشيقول الفين غدروشي كيسان ملاح عشيقول الفين غدروشي كيسان ملاح لا تزواهم راحة له وهم ماني صاحي بركوب الخيل والبنات شيكيسان ملاح بركوب الخيل والبنات شيكيسان ملاح موسيقى الكوب السرطة والبرجة والمقام الكوب السرطة والبرجة والمقام مع ابنات الهوى والحال الوالعات من قنصال هذه الديل كنسان فلا خدودهم يا قتو الضاحة لليلتكم رصاحي ولا شمسكم حيضا طلت علبي طاح لا شمس طحا طلت علبي طاح تزواهم راحة لهواهم ماني صاحي بركوب الخيل والبنات شيكيسان ملاح بركوب الخيل والبنات شيكيسان ملاح موسيقى 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 تركوب الخيل والبنات الشيكي سان ملاح 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 وفي الساحر قمدير الحومية في الساحر قمدير الحومية وفي الساحر قمدير الحومية رفني حياتك بعد ملاح موسيقى 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 بس حتوعدني في حاجة إن شاء الله أنه لما يخرج في الأسواق تعاود الجي في بردامج الجزائرية إن شاء الله إن شاء الله ويكونوا أكيد تؤدينا بعض التي تختارها للألبوم الجديد قبل ما نرحل في هذه الجمعية هذه كنا شاركنا بزاف مهرجانات ومنها البراعم ومنها الأقسام اللي كاينة في الجمعية هذه كنا شاركنا فيها عدة مناسبات ولهذا قلت لا نخرج من الطابع هذاك شوية باش نخليه الجمهور اللي كمارا نشاهده في الإكرانسها هذو تلاميذ نتوعي لهم يبانوا اللي كان هذه الجمعية بدت هي جمعية الفنون الجميلة اللي بدت في الجمعية بدت هنا درنا سهرة رمضانية تعالوا لعاملتات نشي العام هذا وكنا درنا سهرات ودرنا حفلات ومشاركات للجمعية سيد أبو معزا وحنا نتكلمو على الطابع الأندلوسي نقولوا أنه شبابنا كذلك ليس كذلك اسماعيل بوصحابة اللي على حسب وش قالوا لي كان منخرط في جمعية أندلوسية صحيح أم لا؟ جمعية الجزائرية الموصلية حجم ليحة حجم ليحة تتشرف تشرف لي أنه سيد بو معزا لازم تقولوا لازم يطلع لسمعوا حاجة معلوم معلوم حاجة ما كيف العود؟ أعلم أولاين أولاين أخلاص كام عليش الموندول تقدر؟ أه يالله تفضل الآن دوك دوتنا يا برنامج الجزائرية شو؟ هذا هو فرد فوجائي وعندنا برنامج فرد فوجائي يمر خصوصا للأطفال مع المعدة أمينة بارة في الجزائرية وما هذا هو الفروض الفوجائية؟ من بعد نحن نقول للممثل والمخرج جدينا سيد علي لأنه كذلك سيد علي سمعناه يغني كان شايخ شايخ شيخ دي طيب صح شفتك شفتك سيد علي هاتك صح يعطيك صح سمعين بو الحابة إذن عضو جمعية أسيبال للطالبة ديال الصيدلة في الجزائر وكان مرخارط في جمعية ديال الأندلو السيد علي يعني حتى أنت كنت كان سيدب ومع ذا يعني سيخسان وتغني معاه وشبابنا كذلك من خارطين في الجمعية الأندلوسية عليك أنا كنت في الكونسرباطور مع كانوا الأسادي تاللي كانوا يقروني عميب وجمع فرغان الله يرحمهم والأستاذ سعيد بستنجي هذا هو ما اللي كنت نقرأ عندهم قبل من تخل التمثيل كنت نقرأ عندهم في لغوران بوست في استيديو سولي كنت أننا نروح التمى ونقرأ وكان يقرروني الأستاذ بوجمع فرغان كان في القانون والله يرحمه والأستاذ سعيد بستنجي كان أستاذ بمعنى الكلمة والحمد لله هذا هو الفنين لازم يدوخ قليلاً قليلاً كما في الرياضة ومجالة أخرى عتيقة وش رأيك في اسماعيل كانت يوخسين هو جمعية عصيدة لا هذا هو ليس لذلك معلش بصحة سمعنا بالله النبياء وعلاش مليح ان شاء الله يروح بعيد ولا ماذا ما سمعت سمعت طيطي طيطي مازا ما كان ان شاء الله تكون عنده مستقبل زاهر عجبك جارك جديد جاري جديد بسكي نراح خلاني لا لا نجمينا الجديد ان شاء الله يكون مليح ويقول لك القديم أحبه جديد لا تفرط فيه أنا كنت حب سمحيني لكن ممكن كنت حب نسمعه في صوته ولو أنا نعزف ونسمعه في صوته حاجة كاش نقلب كاش حاجة اللي هو يقدر يديرها في المباشر وحاجة سهلة باش نعرف بأن الجمعية هذه سيديكم مع ذا من أدوية طلعناه الآن موسيقيا نزيدوا صوته بزاف عليه لا هو على كلها لا لحسب ما رأيه يقول ومشاء الله الجمعية هذه قتلك من أقدم الجمعيات جمعية الجزارية الموصلية هي أول جمعية مع الفخرجي هل سمع لك ما رأيك حافظ هكذا أشتبين لهم؟ نعم أنا حافظ سيديكم سيديكم قسم العالي أنا ستنتظر منه كل كاش نقلب سيد بو معزا طلب منه حاجة هكذا سيديكم كاش نقلب في سيكا ولا في الموال ولا من ليه واجه تجيك كاش نقلب صلاة او خلال الموال سيديكم 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 وش ندير سيكا سيكا وش متسيكا من اللاديبية هل تبعيشي من اللاديبية هل تبعيشي من اللاديبية تبعيشي من اللاديبية صليم فؤدي وهجارني واحترام عنين وعاسي تبعيشي والتورية ترتجي طلعت مرادي ترتجي من غير سيا واجب علي ايام لانا يالله ايام لانا يالله صاحبي وعزيز علي ايام لانا محسن ايتي علي ايام لانا ايام لانا محسن وعزيز محسن صوت هنا نعرف بأنه راح في مستوى العالي لاحب نبينه بما أنه كان منحرج في الآلة ولكن راح أدى حاجة هذا هم الأساديت الجزائريين ونشكرك سماعي لأنه جيت تتكلم على الجمعية ويعني ما قلنا حتى ما كناش عارفين بالليمون خارط في جمعية نشكرك بتاع عتيقة جبل ربي الكرسي هادك شوش مظهور كريمه يضرب الدربوك ويغني ما أعطيه هاد الكرسي هاي جبتوا للصيدالة والجمعية تعال خيرا ويغني ها عطي زيدي تجي لوحد آخر كيف أنا واقعي لنجي نقعد تمحب نضرب بيانو هلوح 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 مرحبا بك عندنا نحن على كل حال في هاد الجمعية ما عندهاش سن معين لكم المدارس راه من سبع السنوات لسبعين سنة معنا ها كل العائلات جي مرحبا يعطيك صحة زيد بومازا يعطيك صحة سيد علي شفت بولي فالان ما شاء الله ما شاء الله هذه الحصة حصة تعكوب ناجحة لان في بعض اللحيات ركو جيبوا الناس شباب كل واحد والمهنة كل واحد والنيميل وهذا هو تسجيع نعم إذن ربما تحكنا وسمعنا موسيقى راقية لكن نحن نشوف هذا الشريط من بعد أكيد الفنان والمخرج خريج سيد علي بن سالم هو لا حيعلق لي على هذا الشريط يمدوا لي الشريط لعمر ثيري هذا قرار لا طالع ما حممت فيه وفكرت فيه يعني ميرانا وتكرار قدم عروسات من بالنسبة لكم وستمني قبل الآن أنا شكو كل وقت رحمة زالحة مبكر جدا من هار اليوم فكرت ماليا وصحرت الله يعني باش اتخذها تطرار هذا مهوش وليد اللحظة وموش لاني عندي مشكلة معي إنسان ولا باش نحبط أي إنسان وفتخره لكن هذا قمر جد شخصي يعني أنا شخصيا عقبنا مع بعضنا وقات مليحة حلوة ما ننساهاش واني عايش على ذي كرياتها بديت الفن مبكر جدا وكنت نظن أنه أمر خاص ولكن مع مرور الوقت ما بقاليش أشهر قليلة وندغل إلى نصف قرن خمسين سنة والفن ولي أثر يأثر عليها شخصيا يأثر على عائلتا يأثر على أمور كثيرة يعني ممكن نقولوا الفنان اسم كبير كي طيح على عاتق إنسان عيش أقل من البساطة خمس درجات يلقره في مشكلة كبيرة مع اسم الفنان يمشي بالاسم الفنان يقول اسم الفنان يتعامل مع الناس باسم الفنان ويضغط في داخله على اسم الشخص يضغط على حواطفه يضغط على مبادئه يلقره يسمح في حقوقه باسم الفنان يسمح في كل شيء باسم الفنان حتى باهمت صورة جمالية وتكون قريبة من مواطنة على هذا الفنان يعني حملة قيلة لي أنا بزافة إذا الفنان عمر ثيري يعتذل الفن وحنا في شهر الفنان في يوم الفنان في عيد الفنان سيد علي لك تعليقه على كل حال أنا البارح ولا لول بارح شفت هذه الفيديو في تواصل الاجتماعي كي سمعته من الأول والأخر أطرت لي أن فنان محبوب فنان متخرج عنده مستوى لباس به وعمل عدة أعمال ناجحة وعنده جمهوره وإنما نتمنى إن شاء الله يتراجع على الاعتزال تاعه للفن لأنه ربما هو كيشاف باللي الساحة الفنية بعض الفنانين اللي اليوم ربما نسوهم وهمشوهم هو ولا يفكر باللي حتى عنده مسار تاعه تاعه عشرين سنة في الميدان الفني يقول لك ربما يجي نهار ورح أنا كان رح يصرى لي نفس الشي هذا إما لا مدى بيا يخرج من باب كبيرة أحسن منه بالصحة أنا نتمنى إن شاء الله يعود يتراجع والساحة الفنية محتاجاته ونتمنى إن شاء الله سنة الفين وعشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين يتسقم لحالة وضعية الفنان والفنان لأنه لا نقعدوش كل مسؤول يجي يبدأ يتكلم ويقول باللي أرح يدير وعود وعود وإحنا عينا من العود حبينا نشوف الملموس ها بها الفني عود يرجع لما كانتو والقيمة على الفنات في مكانتها صحيح كما سمحي لي كما فكرني الأستاذ على الفنان نصر الدين شاولي نقدر نقول لك نصر الدين شاولي من فنانين الكبار جائزة اللولة اللي اداها في الكونسرباطور عند الأستاذ مصطفى سكوندراني اليوم عنده أكثر من ثمان سنين ولا تسع سنين هو مريض حتى واحد ما سقص على نصر الدين شاولي حتى واحد ما تفكروا حتى ما حاوسوش يتبعوا هذا الفنان اللي مدنهم للسحة الفنية ما تبعوش ما تكلموا عليه في بعض الوسائل الإعلامية ما قالوا هذا نصر الدين وين رأوه كاش ما نقدروا نعاونوه كاش ما نقدروا يحس حتى هو رأو يشوف باللي يحس باللي يقول لك يندم نهارا تدخل الكونسرباطور يتفكر النهارا يدخل الميدان الموسيقي والله كي سمعت مقبيل كان يحكي على نصر الدين شاولي تفكرتوا لأن هذا الفنان مدد السحة الفنياحة وبصوت جميل وآدأ جميل وخير غير القصائد لإعجاب المشاهد الكريم وإنما من حقنا بأن تفكروا هذ الفنانين اللي أعطاوا للسحة الفنية نحبون أن نكره وانتمنى سيد علي فقط يراهو يشوف هنا عمر ثيري وش تقول له في هاد الكاميرا أنا نقول لك يا أخي أنا أحترمك كتير أنا ما أسبق لي شو تعاملت معك بسحة تلاقيت معك في عدة مناسبات أنت إنسان طيب ومحبوب سيفري أربما قلبك رأوا واجعك لأنك تشوف صحة الفنية تخلطت شوية اللي ماشي لازم يكون فنان أو يدعى بالفنان والفنان ينطع الصح اللي اللي لازم يبانوا ويجتهدوا ويخدموا حتى عزلوهم أنا نقول لك هنا في هاد البلاطو الجزائرية نقول لك باللي يا أخي إن شاء الله تتعود وتتراجع على الشي اللي ركت فكر فيه بالاعتزال لهائيا على السحة الفنية هذا هو كيما عثمان العنيواتي طالبوه الناس يطالبوه الناس وإنما عثمان العنيوات لو كان شاب لو كان شاب مقيمينه كان عمرو لا يفكر الاعتزال حبيت فكرتيني في المخرج بن عمر بغتي بن عمر بغتي المخرج الكبير لوسى لوسى البوعمامة كان الأمل تاعوا ووسى العودة الأمنيات تاعوا باهواسي الفيلم تعلية للمير عبد القادر خلاوا بن عمر بغتي ويروحوا يجيبوا لي في مخرج ما هوش جزائري أولا ويصرفوا عليها أموال كبيرة ويخلوا المخرج لعندوا تاقة كبيرة كما بن عمر بغتي لوسى الفيلم تعلية بوعمامة لينا الإعجاب كبير ومخرج جزائري يحس أكثر بحقية جزائري ويعطيك صحة العودة العودة والمخرج الجزائري يحس كما قلت على هذا يقول لك 25 سنة بن عمر بغتي يجري عبد القادر يجري عبد القادر يخدموا نسكي بالموبيسون الموبيسون الموبيسون شوف ندائي نقوله للوزيرة التقافة نعم نعم كل قنات على تليفزيون يجري ويجري ويجري ويوسيونا موسيس الواحد ولا زوج نقوله كما بولدان العربية نعم ويجري ويقولون كيف كيف في شهر رمضان يجري ثلاثة كاميرا هذا رمضان ثلاثة أو أربعة ثلاثة يخصر دعونا الكاميرا دعونا دعونا نظروا بالتقافة دعونا نحبوه جميعا نعم كنا صغار كنا صغار حبينا الفنانين كبار وحبيناهم وقادرناهم كنا يذهبون للمسرح ونحن صغار نشوف المسرح كيف حتى تخلنا للميدان هذا كنا صغار وتخلنا الكوسيرباتوار وتعلمنا عند الأزدي كبار اليوم نشوفوا كائن نتمنى من هذا المنبر هذا نتمنى إن شاء الله اللي حب الفن كائن المهد البلادي يروح يدرس ويقرأ ويتعلم وليما هوش فنان وخاصة للناس اللي يتكلموا باسم الفنانين وهم ماشي فنانين مؤخرا نسمع واحد يعني ما نسيتش لو ننتعوه في وزارة التقافة يقول لك اللي ما حضروش له لهذا اللقاء هذا ما هوش فنانين ما عنده لا الحق له ولا غيره يحكم ميلا فنان ولا ماشي فنان بركة ونا من تمس خير نعم إذن مشاهدينا خلاص الحديث راه وشيق كثير نزيدوا جزء أخير من برنامج جزائرية شو فاصل ونعود نوليه ومعا نديروا دورة مع حمزة زكار وأكيد توفيق بدانية عند وليكم بوزويك فاصل ونواط نعود نرحب بكم أنتم مشاهدينا في الجزء الأخير من برنامج الجزائرية شو الحديث راه وشيق ولكن الآن نديروا دورة مع حمزة زكار وناك الدينة حمزة مادام استهدفنا شيخ من شويوق الطارب الأندلوسي نعود أن نخدمه ولي خدمناها في شهر رمضان وشنو بعض التعديلات قد نزقنوها ونهدوا على الطارب الأندلوسي قبل ما نبدأ نحن نجوز هذا صغير بركة أول رانجيسرومان في الجزائر وغلا يلا يلا أحيان 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 تعشيخ سفينجا محمد بن علي بين 1840 و 1904 إذن قلنا أنه طارب الأندلسي بعدما سقطت الأندلس اللي نحب نشبهها كما تحب عاتيقا ولا وقولهم يا منظرة جنان غرسته ولقاح وعملت فيه ما يأجبني حبل الملوك والورد يبان شباح عملت له سواقي تجري دمياح صافيات خرج من صفاح تفح في الشجر يأجبني ما شاف قيلة مهزوه رياح هدو على لجاردانة الأندلوس هذي قصيدات وعنهم حبل الملوك الله الله عليك تحبي الحبل الملوك يم المتعليم وليك أنت هذر عليه قال بتوفيق تروح مليانا جيبنا اللي يبدحته يخلص وليك واجه ويش تحبي الحمورة ولا ليجو فوق ليجو المتعليم لا يجب أن تأخذ البلادين لأنني أصبح مليانا نعم بتوفيق ثاني كيف كيف والله إبه قلنا هذا جمال الأندلوس كيف كانوا مننا إذن بعد سقوط الأندلوس جالية كبيرة نزلت إلى الجزائر وبتحديد مدينة الجزائر وين احتلوا مكانة مرموقة هنا في الجزائر في مجال البناء في مجال الري في مجال الزراعة ما يخفلكش أنه الفحص الجزائري كامل هي الأندلوسيين هما هما استصلحوه أسطى موسى الأندلوسي من أشهر البنائين في الجزائر اللي يشارك في بناء الجامعة جديد اللي يشارك في بناء التكنات باب الجهاد ولا باب البحر هو لوساها فهذا تأثير الأندلوسي هذا زاد من تراء التقافة الجزائرية وبالتخصيص في الفن الأندلوسي كنا سمعنا الشيخ محمد سفينجا شيخ شيوخ الطرب الأندلوسي اللي مولود عام 1848 في فحص بوز الرعا والمتوفي في عام 1908 الشيخ محمد سفينجا تجعل أو العامل تاعه كان الحفاظ على هذا التورات هذا على هذه القصائد وهذه النوبات هدية باش وصلونا ووصلوا للمدارس اللي كان موراه الشيخ بن تفاحي وشيخ الكحل ثم الإخوة في خارجي وشيخ سيد الحمد سري إلى الطرب الأندلوسي اللي نشاهده هذا وكاتيك هذا الطرب هدايا اللي قلنا أنه الجزائر حافظت عليه قريبا 18 نوبة في عهد الشيخ محمد سفينجا أكثر عدد من النوبات اللي احتفتت بيهم مربما المغرب وتونس أو حتى ليبيا هناك مدارس أو تلطبوع الطبع اللي موجود في الغرب في تلمسان الطبع الجزائري والطبع الملوف لأنه كين خلاف الآن في المدارس أسكو كين مدارس ولا هي قصائد وحدة لكن في الآداء ما وش كيف كيف ما بين الصنعة الجزائرية ولا الغرناط الموجود من جهة الغرناط ولا الملوف هذه صورة للشيخ سفينجا مع الشيخ كيبار شيخ بن سمايا لكحال بن تفاحي حمود بوعلام عام 1901 في جنان براهم في بوزرعاء إلا أنه الطرب الأندلوسي هدايا في القرن 18 خرج من يد الجزائريين خلينا نقوله خرج من يد الجزائريين المسلمين في الجزائر فعودوا مشايخ أو مفتيين المذهب الحانا فيه عودوا استرجعوا هذا الطرب ما يخلي أنه آدان مدينة الجزائر ومدن الحوادر الأخرى هي بالطرب الأندلوسي ولا حتى قراءة القرآن وجدوا آدان تعميح يدين بشتر زي ربي رحمه سيد أحمد سري ربي رحمه رحمه الشيخ بن يوسف اللي مات مؤخرا جمع جديد إمام جمع جديد فنوجدوا أنه سبع نوبات كانوا يخدموا بهم الآدان ويخدموا بهم أيضا الصلاة نوجدوا أنه في الطراويح الشيخ بن يوسف لما كان لأنه نحضرت له الشيخ بن يوسف لما كان يبدأ القراءة كنا نقرأ ونحن نتمنى ركعات في شك أربع ركعات عدنا يعني نقسموها ونجيبه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ما ما عندي حسي شبابه مننا نجيبه واحد يعني كما أقول واحد الكلمات اللي نقسمو بها خير المرادات سبحان الله والحمد لله ولا إلي الله والله أكبر سيد الكائنات عليه الصلوات محمد هدية اللي يقولها يتبع واش كان يقرأ الإيمام فإذا كان في رمي الماية ولا كان في الغريب ولا كان في الله يقولها بهذاك شيء ولما الإيمام يعود ينود الله أكبر يكمل بهذاك النوبة من المحال ما يكملش بهذاك النوبة اللي قلنا بها هدى الولفران هدايا يعطيك صحة أيضا كنا قلنا أنه في العيد أيضا كان عندنا لما ختمت القرآن وكان يطلعوا عند الباشا زمانهم منها كان تلقى صيدة تاعة الودائية الودائية شهر الصيام أيضا كان يجي بالنوبة وكانوا يطلعوا لضع السلطان بالنوبة يعني وانتال ختمة هذا جانب من حمزة شكرا على كل هذه المعلومات القيمة يعطيك صحة قجور نعود نولي لجمعية جيل الصيدلة أصفة قل لي درتوا التحسيس عن بعد وما معنتها وأكيد كان اليوم العالمي لتبرع بالدم أحكينا على هذه المقصة تقدروا تزور الصور تاعة اليوم العالمي تتبرع بالدم تحسسهم لك نعم لنا حملة تبرع في الدم هذه حملات تحسيسية كنا نديروها عن بعد عن طريق ضغطيك ولمام كنا نديرو دي لايف ونجيبو أساتي داف صيدالة ولا في الطيب ليهضروننا على هذا المعرض نحسوا تاني ونعطوا دي كونسايل مواطنين تاكيفش نلبسوا الماسك وعليش لازم نغسلوا الدينا نفهموا بلي وعليش صابوني نحي هذا الفيروس ليكون لأسخ وطرقنا إلى عدة مجالات كما النساء الحوامل كيفش يديرو الوسمة تانية النوم كيفش يقدر يبدل على المناعات تعنا وتاني الزليمون يقدرين يقوي المناعات وحاتا الويتامين تقوي المناعات طرقنا كل مجالات حتى كي جالعيد طرقنا لديابات والعيد تعني لنشي نكتروف الحالويات هذه حدث كانت 12 مارس وكاننا انسي ظنفن وكاننا خرجنا التالي والانسي على نسي المناعات كان من منها إلت رسول يدي الان يجي معا هذا الوقت لم يكن متأش كي كنا بدنا نحسو وما بعد كيف يتخلنا في الحاجة الصحية رحنا عبر الوسائل الإعلام الآلي والابراجة الإنستغرام وفيسبوك اللي هي أصيبة نعطيك صحة على كل هذه المعلومات اليوم عندنا ضيفة تتفضل معنا ضيفة لبرنامج الجزائرية شو حقيقة ما لابلي شو كون هي بصع أكيد عندها ميكروفون جبلاربي جبتو أنيسة صغيرة أنا نعطيك صحة اليوم كش تسلم لي أنه معلنش كورونا فيغو استفضلي معايا هكذا شوفي في الكاميرا عرفي لي بنفسك شكون انتي أنا جبلاربي إدارة القانة تقلك أنيسة أنيسة جينيال لا 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 أخلصها أنيسة الخليفة جبلاربي أسمي أشواق حداد شوفي في الكاميرا أسمي أشواق حداد لدي 12 سنة نقطع بسي تلتخوة زماني ونحب بزاف الحصة تاعكم وشرف الليل اللي راني معاكم يعني في القانات المفضلة والحصة المفضلة عندي شرف الليل اللي راني معاكم يعطيك الصحة حبيتي تكوني معنا لأنه البرنامج تحبي البرنامج بيانسيك وشكل محبوش أشواق أشواق وغير شو وقتينة على بارك باللي مام لكو لغة اللي بستيها اليوم كأنه معالى شخصة تاع البرنامج على بيك؟ على بيك صحة كوينسيدانس يعني معالى هش بلي كي شعبا بيانو هكذا أنا مرات ما نشوفه هكذا بما ما خبمش بيانو اللبس مع اللون تعالي البرنامج نعم نعم ايو انتنا باقة وردة هادي البرنامج ووردة تانية اللي هي كالي كنتية بس كنحبك يعطيك صحة أشواق ماما ننحبك بس كنحب بزاف تنشط نحب بزاف الحصص هكذا يعني هو المنشط والمنشطة مأخودة من كلمة الناشاط يعني انتم تخلقوا الناشاط والحيوية والروح في الحصة ديالكم باش توصلوها حيا للمشاهد وهذا عبسة يعني تعبكم هذه دكورة ماشي الله نعرف مستقر ماشي الله نعرف مستقر أشواق على بقى ماشي الله نعرف مستقر المره الأولى اللي ما نعرفش وش نواجب والله أشواق والله ما شاء الله يعطيك صحة ووجهك جميل جداً وانتي أكيد نشيطة جداً واسمك أشواق أشواق والها سريع التقديم قلتلي نحب التقديم نحب التقديم جزاً كما قلتلك لأنه النشاط في هالروح ديجان مقدر نحكي بأنه واخترى شفت حيصات تعكم سيلا بكم يغب لابكم يغبالي شفتها أنا بلايما كده بمشي بزاف هكداً مع الحيصات ممتباحاً لأنه تقراي بحكمة وبعد أنا أشوفها في اليوتيوب أنا حبيت أن ترحلها سؤال إذا تسمح لي الأخت أني سمع حبيت أن ترحل لك سؤالي كيف فكرت أن هذا التنشيط تخل في قلبك وحبيتي ومن وقتاً بديتي تفكري فيه يعني ما أوش من سنة يعني وش من العام كان عام في عمرك الحال أنا ديجان من القبرة كنت انتبع بزاف البرامج وسخطو اللي دخل في قلبي في رمضان بس كدرت وحد البرامج يعني كنا مغبونين في الدار أنتو ما نحيت علينا هذيك الغبينا ضحيبك ما شعلي الحجر السعي كان بيل هذا شكراً نحيت علينا هذيك الغبينا معاكم تقول شي ضحكنا دي فاكي تضحكو نضحكو نحيت علينا الغبينا ونحب الروح التي تكون الكاميرات نحب كيف توجد روحكم وهكذا نحب الله تقريب شكراً 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 أنا نتكلم في بلاسة الأخت أنيسا أنا لأمي إن شاء الله مرة على مرة سأتوجه لك مرة على مرة سأتوجه لك الدعوة وسأت دائماً تحضري معها ما هي كل يوم ولكن مرة على مرة سأتوجك دعوة من عند الأختنا أنيسا تعطيك فرصة وتعطي الفرصة لبعض المخرجين وربما لا تكوني في كاش موسلسل ولا كاش إشهار تليفزيوني لأنها عندك صوت وعندك قبول قبول هذا يعني شرف الله 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 ماشاء الله أنيسا حكيت معها حكيت معها من قبل وقلت لها باللي عدنا اليوم الوطني للطفولة ليس اليوم العلمي أوجاز يوم الفاتح جوان اليوم الوطني للطفولة يوم 15 جوليا سنجعلوا النشرة نتاعنا نشرة الأخبار سنخصوها للطفولة من مواضيع ومن تقديم وتنشيط وكل شيء سنفتح لها الباب باش تكون موجودة معنا إن شاء الله إن شاء الله شوفوا قناة الجزائرية كيف اشتعطي الفرص حتى الشباق كيفية الله الله أيضا هي فرصة للمشاهدين الكرام للأولياء اللي عندهم أولادهم ومواهب في التنشيط وكل شيء ويحبوا يكونوا معنا عبر قناة الجزائرية وان يوم 15 جويلية إن شاء الله رحبوا بهم ويجيوا معنا إن شاء الله يفوتوا في نشرة الأخبار يعتقد صحة أشواق المرة الجاية تكوني عندك حيز معنا تكوني قاعدة معنا من بداية البرنامج إلى آخر البرنامج وش رايك؟ تقبل الدعوة؟ نقبل يعطيك صحة أشواق فضلي معنا هاد الباقة نقدر المدهال العتقة ومبعد في نهاية البرنامج تديها معها يعتك صحة أشواق شكرا نتلاقا وعندك إهداء ربما للعائلة يالله شفية طويلة لا ليس معليش بختي صح تنخلوك تغادري يالله العندق وبدق ضيورة وتعاملين وعاملين تحية الملتكة وماني والميمي وماني والميمي وتعاملين ومصاحبتي أمنا وتطلاويزة وتعاملين وتعاملين يتط Ursاء تحية لها مينا تعتقدك إن أحبك رميسة عميروش والإياد ونجهلهم تطا الناديا محيوز نجهلكم تحية كبيرة إن شاء الله أربيهنيكم وتعني لصحابتي توحشتهم بزاف لي قرأ معي نقول لكم توحشتكم ويا ريتنا رجعوا نقرأوا ياريتنا رجعوا نقرأوا تحشتكم بزاف وهذا ما كان وقال لي نحبهم تاني نجهلكم تحية وسيخولي إذا نسيتك شما واحد خيب وأكيد عمي يشاهدوا فيك اليوم الليلة يعطيك صحة أشواق إن شاء الله نستضيفوك في المرة الجاية يعطيك صحة أشواق إذا هذا هو برنامج الجزائر ياشو قبل ما نختم توفيق بدني ربما نروح مباشرة لبوزويك وش عندك بوزويك حتى نروح للفنان تعال بوزويك أمين أعطينا الفيديو في فيديو ربما صور ونعلق عليها إذا الصور هذه الصور لزوجان أو فيديو كما نشاهد هم زوجان من قصار القامة بولاية بشار استطاع أن ينشئ ويؤسس أسرة والحمد لله ازداد فراشهما بمولود بهي الطلعة في صحة جيدة والأم في صحة جيدة أيضا وهولك مولودهم يعني في صحة جيدة ربما حاجة نادرة لكن اللافت أنيسا أنهما بالرغم من نظرة المجتمع ربما لقصار القامة إلى غير ذلك لكن استطاع تأسيس أسرة نعم أنه يديروا أشياء يعني هذا الشيء تأسيس أسرة مش سهل لمقدروش الأصحاء أنهم يديروهم ويديروا القلب كما أنيسا كما الكثيرات والكثيرين يعطيك صحة تفيق بدانين خلي عاتيق تعلق على هذه الصور في بليزير الغربية داروا أسرة بشيكي بدأ من غورة كلها غربية يعطيهم الصحة شوف البيبي التاحة مش حاجة بالله خبية هاي وفي صحة جيدة والوالد صرحان شوف ربي سبحانه ربي سبحانه ربي فعلا أشي من غورة بصحاتي أنا قع خول لا لا الحمد لله يهبوا لمن يشاء الإناثا ويهبوا لمن يشاء الظكور عكا ربي سبحانه قال لمن يشاء هذا يراهي في كتاب الله إذن يعطيك صحة هذا الصور اللي دارت حالة عبر موقع تواصل الاجتماعي نعود نولي باختصار سيد بو معزا قول لي وش راح يعني المولود الجديد وش بما ش راح يتميز هذا المولود حتى نختم البرنامج هذا بقرص جديد على كل حال يكون حضرته قبل الكورونا على كل حال وراه حاضر على كل حال إن شاء الله يعني قريبا يتحسن الأحوال ونتمنوها إن شاء الله وباء هذا يروح إن شاء الله رايح يكون موفر وكذلك نشكر كذلك اللي قاموا في تحضيروا هذا القرص هذا اللي وقفوا معايا ويعاونوني بزاف ونشكرهم بزاف بزاف لأن هذا القرص هذا درته اللي باش يبقى لي ذكرى للعائلة والزملاء إن شاء الله وهذا ما نتمنى وإرت لكل الجزائريين إن شاء الله يعطيك صحة على قبل كدعوتنا نخلوك باش نختموا معاك بلمسيحة بارك حبي تنضيف حاجة سمحيني أنه هذا القرص هدايا كين أغنية يعني من المديح من الجد كما يقال من المديح اللي من كلمات رياض عبد الحاليم وتلحيني أنا والباقي كان من التورات يعني خدمته دائما في نفس الطبعة إذن عن قريب يكون في الأسواق شكرا سيد بو معزا على حضورك معنا نخلوك تجهز روحك سيخسان مع كل الجو قل نشكرهم اللي رفقوك اللي لا حبيت نذكر بحاجة مقبية تنسيت مقرهاش لأنه حمزة زكار محبش يقولها أنه شيخ سفينجر اللي كنا نشوفه فيه مقبيل هو جد ولد حمزة زكار نعم نحن الكل على فناء وغيرت نقولها تواضعا لكن نحن الأمانة الامانة التاريخية هو جد ولد حمزة زكار ربي رحوك يا تكتاح على هذا التضيح إذن كلمة أخيرة ربما للممثل والمخرج سيد علي بنته لما على بالي قلب الفنان في الجزائر هم عمر الفن في الجزائر كلمة أخيرة الناس اللي حبوك ويتبعوك أنا على كل حال ننتمنى إن شاء الله للإصلاح في المجال التقافي الفني إن شاء الله ربما رح يكون الخير إن شاء الله في سنة نهاية 2020 و2021 إن شاء الله بما يخص لكل أسرة الفنية إن شاء الله ونقدرون شكو تيري نقدرون نحن عندنا الإديكاس كل واحد يكمل إديكاس نعم نعم على كل حال ولد حمزة نقوله فقط ديديكات إحنا بشنا هكذا أولد حمتي شارع كونسولة مصطفى برقوغا خيار مهدي مع أوليده بيلة لبتيسيا كامل سايح وجارتي عزيزة عزيزة عليها بزفزف عزيزة يم الله يرحمها خارتي زاهية مع أوليدها محمد وجمال بلا ما ننسى أبو عبد الله عبدو والسكان تعبى بالويد كامل أولد حمتي وبلما ننسى واحد بيلال سيتي مولا يلعب كورة القادمة نتمنى إن شاء الله النجاح يعطيك صحة سيد علي على صراح تكو على هاد لإيديك استوفيق بداني باختصار كلمة أخيرة لأنه لازم نرجع نعم شكرا لك شكرا للضيوف وشكرا لك جزيلا على التنشيط كما قالت طفلة منذ قليل على التنشيط من مريح لهذه الحصة يعطيك صحة حمزة زكار أنا أعطيكم صحة لإستضافة المتجددة هادية إن شاء الله نكونوا فدنا واستفدنا وكنا بي إن شاء الله عاديقة تفكرنا شوية رمضان ضيوف نحيي كامل جمهورتنا دارنا وديدو مصطفى لي وصاني ديدو مصطفى تشيشة يعطيك صحة عاديقة طبال كلمة أخيرة أو عندك لإيديكا لإيديكا صلاب خوشانفو إن شاء الله نشكر حصة ونشكر كنتي ونشكر الدوري وفي الكيرام اللي رامعنا على رأسهم خوية سيدة علي مع خوية توفيق خوية حمزة الأخ تعني كضيف تعنا إن شاء الله هنقولوا إن شاء الله نكونوا خفاف عليكم مكننا أشتقال عليكم إن شاء الله تكونوا موافقين للحصة بساعة تيقى ما قلت لهم شبالي العودة كل نهاية الأسبوع راح ينطلقوني في برنامج جزائر إن شاء الله مرق دسرق إلىهم إن شاء الله هنقول لهم إن شاء الله هنكون معاكم إن شاء الله يعطيك صحة إذن نعود نمد لك كلمة أخيرة بوسباحة سماعي أسيبا وش نقدر نتمنى لكم كلمات كلمة أخيرة نقول باللوقع أخير من العلاج ممولا نحو الأمد لنا ون يجب أن نحاطة ستحتاج دائما لكمامات والدروس ونحن نقوم ونقوم معظم والسلام لأخير ونحن لدينا أخير من الدكاس دائما لدينا ممبر أنا مملك أنا لم أفرح 100 ممبر سيكون أقول للم يجب لا تسمح إديكاس إديكاس من mمبر للأسسيح الأحد ومن الممتين يعطيك طح على قبولك دعوتنا إذن الإيدكاستع أنيسا إذن السيدة بوسوسو نادية اللي تحيي بزاف بزاف ابنها محمد عصام وبنتها أسيا وزوجها كذلك عبد القادر نوجه لكحنا تحية وكل الطاقم وكذلك سعيد إسماعين اللي هدوهما الجيش الأبيض المتواجدين في بنيم السوس اللي راهم يكافحوا في الكوفيد 19 هو نوجه له تحية وكل الفريق العامل في بنيم السوسو في كل المستشفى نتوما هما الجيش الأبيض نشكركم إذن مشاهدين نتلقوا بكم الأسبوع المقبل نفس توقيت نفس القناة قناة واحدة قناة الجزائرية ونقناة كل الجزائريين ملابس أنيسا من محلات بونتو روما نتلقوا بكم الأسبوع المقبل نتلقوا نكملوا ربما بالموسيقى مع الطابع الأندلوسي مع السيد بومازا إلى اللقاء موسيقى 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 اسمك صادق الأمين ختم رسالي ختم رسالي صلى الله عليك يا فضيل نفوس بسماح السادق الأمين ختم رسالي ختم رسالي صلى الله عليك يا فضيل نفوس بسماح يتجرس لغيتني قبل مداحي يتجرس لغيتني قبل مداحي وقبل مداحي ضمع في رضاية الحبيب الحبيبي يشبع بنا نرتاقه ضمع في رضاية الحبيب الحبيبي يشبع بنا نرتاقه لا تجرس لغيتني قبل مداحي قبل مداحي وقبل مداحي لا تجرس لغيتني قبل مداحي وقبل مداحي طمع في رضاية الحبيب الحبيبي يشبع بنا نرتاقه طمع في رضاية الحبيب الحبيبي يشبع بنا نتاقه يا عشقين زد شوقي من هويت إلى الوراء مصطفى الرسل يا مولاي قلبي شيق إلى الحبيب وطواف البيت نغبر نغراه نركع باب ونقول يا مولاي يا إلهي من تلغفور في معاصي تنبي كثير نرغب من تلغف القبول يا مولاي نرغب من تلغف نرغب من تلغف نرغب من تلغف من تلغف نرغب 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 من تلغف الله يجيب الخير لم تبلي راحة لكونك سيوم قاعد في الدار ما عندي ما ندير